السنوات العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلائتنا النهاردة حلقة المراجعة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية ولما بنقول مراجعة نهائية بنراجع إن شاء الله معظم أجزاء المنهج على صورة البوكلت آخر العام البوكلت بيجي لك أسئلة اختيارية وأسئلة مقالية الأسئلة الاختيارية لابد أن تتحل السؤال أولاً وتتأكد من الإجابة الصحيحة ثم تختار الإجابة اللي هي الصحيحة الأسئلة المقالية بيبقى في أسئلة أسئلة مقالية يعني بتحتاج منك خطوات فبتحل وتركز كويس أو في السؤال وتشوف المطلوب فيه وإن شاء الله ربنا يوفاكم بإذن الله تعالوا نتابع مع بعض بقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة السؤال الأول بيقول إذا كان نون قاف ثلاثة بيساوي سبعة نون فإن نون تساوي عندي أربع اختيارات الاختيار الأول خمسة الاختيار التاني ستة الاختيار التالت سبعة الاختيار الرابع تمانية طيب تعالوا نحل مع بعض أنت بتقولي هنا نون قاف ثلاثة بتساوي سبعة نون يبقى لابد من فك القانون بتاع نون قاف ثلاثة هنفكه ازاي إلا وبذلات المضروب يعني مضروب نون على مضروب ثلاثة في مضروب نون لاقص ثلاثة الكلام ده بيساوي سبعة نون بنوصل المضروب الكبير المضروب الصغير عشان نختصر يبقى عندي هنا نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين في مضروب نون ناقص الثلاثة الكلام ده على ستة مضروب نون ناقص الثلاثة ده بيساوي سبعة نون تعالوا نختصر اللي هو مضروب نون ناقص ثلاثة مع مضروب نون ناقص ثلاثة والنون مع النون لما نختصر ده بحيكون الناتج عند نون ناقص واحد مضروبه في نون ناقص اثنين هتساوي 7 في 6 طرفين فوساطين 7 في 6 وانا عندي هنا 7 في 6 هنا عبارة عن اللي هو عددين متتاليين السبع اكبر من الستة يبقى هاختار ايضا الطرف الايمن اللي هو نون نقص واحد يكون اكبر من نون نقص اتنين وبالتالي يبقى نون نقص واحد حدثة وسبعة ومنها يبقى نون حدثة وثمانية يبقى الاختيار الصحيح عندي هو اللي هو رقم دال تعال نشوف مثال اخر مع بعض بقول لي معامل الحد المجتمل على سينوس 4 في مفكوك واحد زائد اتنين سين الكل قص عشرة ده بيساوي الاختيار الاول 15 قف 4 اختيار التاني 16 فعشرة قف 4 الاختيار التالت واحد على 16 فعشرة قف 4 الاختيار الرابع 32 في عشرة قف 5 طيب تعالوا نحل مع بعض يبقى اذا هنا الحد المجتمل على سينوس 4 بنفرض هو الحد العام يبقى هو حهري زائد واحد نكتب القانون بتاعنا يعني حيساوي عشرة قفره في التاني من القوس اللي هو اتنين سين لكل اسره في الاول من القوس اللي هو الواحد قص عشرة ناسره نصف المقدار يبقى بيساوي عشرة قفره في اتنين اسره في سين اسره طيب هنا حنساوي الكلام ده القس بتاع السين اللي هو الريه b4 عشان هو بيقول الحد المجتمل على سينوس 4 يبقى رأي حدثة 4 هو بيقول عايز معامل الحد المجتمل على سينوس 4 طبعا يبقى هنا المعامل معامل الحد المجتمل على سينوس 4 هو الحد الخمسة او معامل حق خمسة معامل حق خمسة اللي هو عبارة عن عشرة قاف اربعة في اثنين قصة اربعة وبالتالي ده حيث يساوي 16 في عشرة قاف اربعة يبقى الاختيار الامثل بتاعي هو او الاختيار الصحيح هو رقم به تعالوا شو مساء الاخر بقولي في مفكوك اثنين سين زائد واحد على اثنين سين الكل الثمانية تكون النسبة بين الحد الخالي من سين وبين معامل الحد الرابع بيساوي عندي اربعة اختيرات اما خمسة على اربعة او خمسة على ستاشر او ستاشر على خمسة او اربعة على خمسة تعالوا نحل اولا بيقولي هنا النسبة بين الحد الخالي من سين ايه بحنكتب القانون بتاعنا اللي هو القانون العام في مفكوزات الحدين يعني حهر يزيد واحد اللي حيساوي 8 قافره في 1 على 2 سين الكل اسره في 2 سين الكل اسر 8 ناقص ره ونصف المقادير بحيث ان احنا نجمع السينات مع بعضها يبقى 8 قافره في نص اسره في 2 اسر 8 ناقص ره كلام ده مضروف فيه سين اسر سالب ره في سين اسر 8 ناقص ره هنجمع الاسس بتاعت او قوة سين يبقى 8 قافره في نص قص ري في اتنين قص تمانية ناقص ري مضروبة في سين قص تمانية ناقص اتنين ري لما يقول الحد الخالي من سين يبقى حنساوي اللي هو القص بتاع سين او قوة سين دي بالسفر يبقى حنضع تمانية ناقص اتنين ري حيساوي سفر وبالتالي يبقى اتنين ري حتساوي تمانية ومنها تبقى ري تساوي اربعة ده كده جبنا الحد الخالي من سين وهو يبقى الحد الخالي من سين هو الحد الخامس ها خمسة طيب هو عايز النسبة بين الحد الخالي من سين ومعامل الحد الرابع طيب ما هي تجي نستخدم قانون النسبة بين حدين متتاليين اللي هو 8 ناقص 4 زائد 1 على 4 مضروبة فيه 1 على 2 ومقسومة على ال 2 طبعا بنطبق هنا القانون اللي هو نون ناقص ر زائد 1 على ر فيه الثاني من القوس على الاول من القوس الكلام ده هيساوي 5 على 4 مضروبة فيه 1 على 4 اللي بيساوي 5 على 16 يبقى الإجابة اللي هنا الإجابة الصحيحة بتاعتي هي رقم بي تعالوا شو مساء الآخر بقول لي فيه مفكوك سين زائد 2 صاد الكله 16 تكون النسبة بين معامل الحد الأوسط وبين معامل الحد السادس بيساوي عندي إما 7 على 3 أو 3 على 7 أو 6 على 7 أو 7 على 6 تعالوا أيضا نشوف الحد الأوسط إيه الحد الأوسط؟ أولا نفكركم بالحد الأوسط إحنا عندنا القاعدة بتقول إن لو كان عندي نون بيساوي عدد زوجي لو نون عدد زوجي يبقى الحد الأوسط فيه حد أوسط واحد هو عبارة عن نون على 2 زيد واحد ولو فيه القس أو النون ده عدد فردي يبقى فيه حدين أوسطين نون زيد 1 على 2 ونون زيد 3 على 2 طبعا هنا في المثال بتاعنا بنقول هنا نون بتصوى 12 ده عدد زوجي وبالتالي يبقى الحد الأوسط هو الحد السابع طيب عايز معامل الحد السابع على معامل حا 6 اللي وحنستخدم قانون النسبة أيضا يبقى 12 ناقص 6 زيد واحد على 6 الكلام ده مضروف فيه 2 على 1 حيساوي 7 على 3 وده اللي هو الإجابة الأولى اللي هي رقم ألف تعالوا أيضا عزاي نشوف مع بعض مثال آخر بقول لي إذا كان ألف متجه مضروف فيه متجه به بيساوي ومتجه وألف متجه ضرب قياس جيم متجه بيساوي 0 فإن به متجه ضرب قياس جيم بيساوي عندي أربع اختيارات الاختيار الأول 0 الاختيار الثاني 1 الاختيار الثالث ألف الاختيار الرابع معيار البي تعالوا نترجم الكلام ده مع بعض هو لما يقول لي هنا آلف متجه ضرب اتجاه متجه بيساوي واو متجه طبعا احنا عارفين واو متجه اللي هو المتجه السفر أفهم من كده إيه أفهم من كده إنه الآلف هتوازي أو المتجه قلب بيوازي المتجه به طيب أيضا بيقول لي الآلف ضرب قياس جيم بيساوي 0 احنا مفهمنا على طول الضرب القياسي لما يساوي سفر المتجهين مفهمنا إن المتجهين دول يكونوا متعمدين وبالتالي يبقى ألف عمودي على جيم طبعا عندي من الأولى ألف يوازي به ومن التانية ألف عمودي على جيم نستنتج من كده إيه نستنتج من كده إنه البيه حيكون عمودي على جيم وبالتالي يبقى الضرب القياسي لهما بيضرب قياس جيم حيساوي سفر وده الإجابة اللي هي الصحيحة اللي رقم ألف تعالوا نشوف المثال اللي جاي ده مع بعض بقول لي قياس الزاوية بين المستقيمين سين مائس 3 على 2 بيساوي عين زائد 1 على سالب 2 وإصاب بيساوي 1 ده كده المستقيم الأول والمستقيم الثاني عبارة عن سين زائد 1 على 1 بيساوي صاد ناقص 2 على 2 بيساوي عين زائد 1 على سالب 2 الكلام ده بيساوي قياس الزاوية بينهم بنساوي عندي أربع إجابات إما 15 أو 30 أو 45 أو 60 تعالوا طبعا نكتب الأول اللي هو متجه اتجاه المستقيم الأول ومتجه اتجاه المستقيم الثاني وبعدين نطبق القانون بتاع اللي هو الزوابين المستقيمين متجه اتجاه المستقيم الأول اللي هو عبارة عن هيه 1 ده اللي بيساوي اللي هي المقامات اللي هي 2 و 0 وسالب 2 ده كده هيه 1 وهيه 2 حيساوي 1 و 2 وسالب 2 طيب تعالوا نكتب القانون مع بعض جتا سيتا حتساوي المقياس بتاع هيه 1 ضرب قياسي في الهيه 2 على معيار الهيه 1 مضروبة في معيار الهيه 2 تعالوا نعوض يبقى هيساوي مقياس 2 و 0 وسالب 2 مضروبة ضرب قياسي في 1 و 2 وسالب 2 على المعيار بتاع هيه 1 اللي هو عبارة عن جزر 2 تربيع زائد 0 تربيع زائد سالب 2 الكل تربيع كلامنا مضروف فيه معيار هي 2 اللي عبارة عن 1 الكل تربيع زائد 2 تربيع زائد سالب 2 الكل تربيع تعالوا كده نضرب ضرب قياسي طبعا لما نضرب ضرب قياسي نضرب الأول في الأول وبعدين الثاني في الثاني وبعدين الثالي في الثالث ونجمع اللي حيساوي 6 على 2 جزر 2 مضروبه في 3 وده اللي بيساوي 1 على جزر 2 طبعا بالقل الحزبة بندوس على شفت شفت المفتاح شفت كوزاين 1 على جزر 2 اللي هي تدينا سيتا بتساوي 45 وتبقى الإجابة الصحيحة عند رقم G تعالوا نشوفوا المثال اللي جايدة مع بعض بنقول إذا كان عين بيساوي سالب 1 زائد جزر 3 فإن مقياس العين شرطة أو عين بار ده بيساوي عندي أربع إجابات اللي جابة الأولى سالب 1 ناقص جزر 3 اللي جابة الثانية جزر 2 اللي جابة الثالثة سالب 2 اللي جابة الرابعة 2 طيب تعالوا كده نشوف الأول إيه معنى عين شرطة عين شرطة ده اللي هو مرافق نفكر بعض بيه هو مرافق العدد يعني مرافق العدد اللي هو عين مرافق العدد عين هو نفس العدد عين لكن بنغير إشارة الته إذا كانت الته مجابة شرط ته ومعامل الته سالب يبقى نخليه موجب وإذا كان موجب نخليه سالب يبقى عين شرطة هتساوي سالب 1 ناقص جزر 3 ومن هنا عشان نحسب المقياس مقياس العدد ده هنجيب السين ونجيب الصاد السين بتساوي سالب 1 والصاد بتساوي سالب جزر 3 نقدر نجيب المعيار أو المقياس بتاع مقياس اللي هو العدد عين شرطة اللي بيساوي الجزر التربية لسين تربية زي الصاد تربية تعالوا نعواضي بيساوي الجزر التربية لسالب 1 تربية زائد سالب جزر 3 تربية اللي بيساوي 2 وتبقى الإجابة الصحيحة عند رقم ده بل إذا كان عين بيساوي 1 زائد جزر 3 ته فإن السعر الأساسية للعدد 1 زائد جزر 3 ته لكل 8 هي الاختيار الأول باي على 3 الاختيار الثاني 2 باي على 3 الاختيار الثالث باي على 6 والاختيار الرابع سالب 2 باي على 3 تعالوا كده نشوف الأول العدد المركب عين نجيب الساعة بتاعته الساعة يعني نجيب سين ونجيب صاد وبعد نجيب المقياس ونشوف اللي نحول العدد المركب ده للصورة هو من الدهوني بالصورة الجبرية احنا نحوله لصورة اللي هي المثلثية فانا عندي هنا سين حتسوي واحد والصاد حتسوي جزر 3 يبقى المقياس لا ما حيسوي بالوقع جزر سين تربيع زي صاد تربيع يعني حيسوي جزر 1 تربيع زائد جزر 3 تربيع اللي حيسوي 2 ده كده مقياس العدد اللي هو عين تعالوا نحسب السيتة بتاع العدد ده اللي هو العدد عين الاولان اللي هو واحد زي جزر 3 تربيع سيتة هنا عند السين مجابة والصاد مجابة بمعناها حتقول لي ده وقع في الرابع الاول الرابع الاول يعني سيتة حتسوي زا استسالب واحد صاد على سين نعوض يبقى زا استسالب واحد جزر 3 على واحد اللي هي حتساوي ستين درجة نحولها يبقى الصورة القطبية يبقى باي على كام بتساوي باي على 3 تعالوا نكتب العدد عين بالصورة المسلسية يبقى عين حيساوي اتنين في جتة باي على ثلاثة زايد تهجة باي على ثلاثة ده كده اللي هو العدد المركب عين طب هو عايز عين العدد المركب واحد زايد جزر 3 تل كل قس ثمانية هنرفع ده القس ثمانية وعندنا القاعدة بتاعته عارفانا العين قس ثمانية يعني حتساوي اتنين قس ثمانية في جتة باي على ثلاثة زايد تهجة باي على ثلاثة لكل قس ثمانية اتنين قس ثمانية يعني بمئتين ستة وخمسين وطبعا هنا تبقى للقاعدة بنضرب التمانية في الساعة يعني تمانية في باي على ثلاثة يعني تبقى بالزبط كده نكتمه تاني يبقى مئتين ستة وخمسين في جتة تمانية باي على ثلاثة زايد تهجة تمانية باي على ثلاثة يبقى هنا الساعة الساعة الاساسية وعايز ساعة العدد اللي هو واحد زايد جزر 3 تيل كله ستة تمانية الساعة الاساسية هي تمانية باي على ثلاثة طبعا احنا هنا بنشوف ايه الساعة لو كانت اكبر من 2 باي اللي هي 360 بنحزف منها عدد من الدورات الكاملة فحنحزف منها دورة كاملة وبالتالي حيتبقى عندي 2 باي على 3 وتبقى اللي جابة الصحيحة عندي رقم به تعالوا نشوف مثال اخر بيقول لي هنا الف ناقص دال اوميجا على الف اوميجا تربيع ناقص دال الكلام ناقص اوميجا تربيع بيسيم عندي اربع اختيارات الاختيار الاولاني 3 اختيار التاني موجب او سالب جزري 3 اختيار التالت سالب 3 الاختيار الرابع اللي هو 3 نفكر في السؤال بتاع الاميجا ده كويس قوي اللي طبعا السؤال اعزائي سؤال الاميجا ده مهم جدا ان احنا نختار الطريقة الصحة لانه ممكن ان هو تطول فيه الخطوات وتوصل لحل صحيح وممكن ان انت تحله في خطوات بسيطة جدا بس محتاج منك قوة الملاحظة والتركيز فلما نجي نشوف مثالنا ده مع بعض هتلاقي فيه الرموز موجودة فوق اللي هي الالف والدان ورموء ايضا في المقام والاشارات فيه سالب وسالب بس الاختلافات فيه الاميجا فنعمل ايه تعالوا نحل مع بعض فهنا بنقول الالف الالفة هي ممكن نضربها في اوميجا تكاييب واحنا عارفين اوميجا تكاييب واحد يبقى الف في اوميجا تكاييب ناقس الدال اوميجا على المقام ألف أوميجا تربيع ناقص الدال ناقص طبعا أوميجا تربيع الكلام ده بيساوي هنا نقدر ناخد عامل مشترك في البسط اللي هو عبارة عن أوميجا حيث بقى لي ألف أوميجا تربيع ناقص دال على ألف أوميجا تربيع ناقص الدال طبعا سالم أوميجا تربيع هنا نقدر نختصر ظهر لي أهون ألف أوميجا تربيع ناقص دال مع ألف أوميجا تربيع ناقص دال اختصارنا ده حيث بقى للمخدار اللي هو أوميجا ناقص أوميجا تربيع وده احنا عارفين قيمته اللي هو بيساوي موجب أو سالم جزر ثلاثة تهم يبقى الإجابة الصحيحة عندي وهي رقم به تعالوا شون مسألة آخر بيقول لي سجمة واحد زائد أوميجا أسره من ري بتساوي واحد إلى ستة الكلام ده بيساوي الاختيار الأول سفر الاختيار الثاني واحد الاختيار الثالث ستة الاختيار الرابع سالم أوميجا تربيع طبعا نفكر بعض بيه السجمة احنا درسناها في الصف الثاني السنوي بندرسها ايضا او بنفكر بعض بيه الاول عشان اقول يا سجمة واحد زائد أوميجا أسره يعني مرة بعوض عن الرهب واحد لإنه بدأ بالرهب واحد لغاية ستة يبقى من واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة تعالوا نكتبها مع بعض يبقى الواحد زائد أوميجا زائد واحد زائد أوميجا تربيع زائد واحد زائد أوميجا تكعيب زايد واحد زايد اوميجا اوس اربعة زايد واحد زايد اوميجا اوس خمسة زايد واحد زايد اوميجا اوس ستة تعالوا نصفي مداخل الاقواز القوس الاولاني واحد زايد اوميجا ده بيسوي سالب اوميجا تربيع القوس الثاني واحد زايد اوميجا تربيع احنا عارفين ده بيسوي سالب اوميجا القوس الثالث عبارة عن واحد زايد اوميجا تكعيب والاميجا تكعيب بواحد يبدأ بيسوي اتنين الواحد القوس اللي بعده واحد زايد اوميجا اوس 4 واحنا عارفين بنختصر اوميجا اوس 4 باوميجا لان بنحزف منها اوميجا تكعيب وبالتالي اوميجا واحد زايد اوميجا اللي بيساوي سالب اوميجا تربية القوس اللي بعده واحد زايد اوميجا اوس 5 اصدم بنحزف اوميجا اوس تكعيب او اوميجا تكعيب يتبقى له واحد زايد اوميجا تربية اللي بيساوي سالب اوميجا القوص الأخير 1 زايد أومجا أو ساستا وده بيساوي 2 تعالوا نكتبها بشكل مبسط يبقى سالب أومجا تربيع ناقص أومجا زايد 2 سالب أومجا تربيع زايد وبعدين سالب أومجا زايد 2 ناخد عمل مشترك سالب عمل مشترك هيتبقى لي أومجا تربيع زايد أومجا ده من الحدين الأولانين زايد 2 وناخد أيضا عمل مشترك سالب من الحدين الآخرين يبقى سالب أمجة تربيع زائد أمجة ويتبقى لي زائد 2 تعالوا كده نجمع مداخل أقواص يبقى سالب في أمجة تربيع زائد أمجة ده بيساوي سالب 1 زائد 2 وبعدين الأمجة تربيع زائد أمجة ده بيساوي سالب 1 أيضا يبقى سالب في سالب 1 زائد 2 نجمع المقدار يبقى 1 زائد 2 زائد 1 زائد 2 اللي بيساوي ستة وده الاختيار رقم جين تعالوا نشوف ايضا ايزاي مثال اخر بقولي اذا كان سين ناقص واحد احد عوامل المحدد سين ناقص واحد وبعدين واحد واحد وسلب واحد تاني العمود الاول سين ناقص واحد وبعدين واحد وسلب واحد العمود التاني عبارة عن واحد 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 العمود التالت عبارة عن واحد وسين زائد واحد وسين زائد كاف بقولي فان قيمة كاف تساوي عندي اربع اختيارات الاختيار الاول سلب واحد الاختيار تاني واحد الاختيار التالت اتنين الاختيار الرابع سفر هنا بيقولي اوجد قيمة سين طبعا هنا ممكن نحن نستخدم خواص المحددات وده يبقى طريقة احسن وممكن نحن نفوق لان هو ما قاليش ما قاليش اللي هو ان احنا يعني باستخدام خصائص المحددات او بدون فك المحددات فهنا ممكن لك طريقتين طريقة ان احنا ممكن نفوق المحدد بس طبعا دي طريقة احطبة مطوالة جدا والطريقة التانية ان احنا نحل باستخدام الخواص وده هدى بقى اسهل واسرع في نفس الوقت ما تاخدش معاك وقت في الحل تعالوا نحلها باستخدام خواص المحددات هنا لما بيقولي سين ناقص واحد احد عوامل المحدد معنى كده ان سين حتساوي واحد عندما قيمة المحدد تساوي سفر تعالوا نعوض يبقى المحدد حيبى شكله بالتالي عند سفر وبعدين واحد وسلب واحد 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 العمود التالت واحد واثنين واحد زايد كاف الكلام ده هيساوي السفر طيب ما تيجي نعمل اللي جراء ده نقول عين اتنين مواسعين تلاتة وايضا عين واحد زايد عين اتنين هل نعمل كل واحد على حدة اه ممكن ممكن نعملهم الاتنين مع بعض ممكن حسب طبعا يعني طريقتك وحسب سلوبك انت في التفكير طيب يبقى المحدد عندي حيبى بالشكل التالي سفر سفر سالب واحد سالب كاف وبعدين سفر سالب واحد سالب كاف وبعدين واحد واثنين واحد زايد كاف الكلام ده بيساوي سفر هنا ظهرت للصورة المسلسية زي ما انتم شايفين بضرب عناصر القطر الرئيسي بس من الشمال اليمين يبقى اضرب في اشارة سالب يبقى سالب في واحد في سالب واحد في سالب واحد ناص كاف حيساوي سفر وبالتالي يبقى كاف حتساوي سالب واحد وده يبقى الاختيار اللي عندي الصحيح هو رقم الف تعالوا ازاي نشوف ايضا مثال اخر بقول لي الكرتان سين ناقص اتنين لكل تربيع زايد صاد زايد اربعة لكل تربيع زايد عين ناقص اتنين لكل تربيع بيساوي واحد ده الكرة الاولى معدلة الكرة الاولى المعادل الكرة الثانية سين زايد اربعة لكل تربيع زايد صاد ناقص اربعة لكل تربيع زايد عين ناقص اثنين لكل تربيع بيساوي اربعة بقولي الكرة دول هل هم متقاطعتين او متماثتان من الداخل او متماثتان من الخارج او متباعدتان لما ي مثل الكراطين مدين معادلات الكرة ييبا لازم أجيب الأول مركز الكرة الأولى مركز الكرة الثانية وبعدين أجيب نص قطر الكرة الأولى ونص قطر الكرة الثانية وبعدين بشوف اللي هو ومجموع أو البعد بين المركزين هل هو أكبر من مجموع المجموع النصف قطرين ولا أقل ولا يساوي بنان عليه أقدر أقول ان الكوراتين دول متمستين او متبعدتين ومتبعدتين من الداخل ولا من الخارج على حسب الاجابة اللي احنا هنتوصل اليها طيب تعالوا نشوف المثال بتاع هنكتب مركز الاول ميم واحد اللي حيسوي اتنين وسالب اربعة واثنين المركز التاني ميم اتنين اللي حيسوي سالب اربعة واربعة واثنين نق واحد اللي حتسوي واحد نق اتنين اللي بتسوي اتنين هنجيب البعد بين المركزين ميم واحد ميم اتنين بقانون البعد ازا ما احنا عارفين بيسوي الجزر التربية اتنين زايد اتنين اتنين زايد اربعة لكل تربية زايد سالب اربعة سالب اربعة لكل تربية زايد اتنين مقص اتنين لكل تربية اللي بيسوي عشر نجمع اللي هو نق واحد زايد نق اتنين ونشوفه عندي نق واحد زايد نق اتنين اللي حيسوي واحد زايد اتنين يعني بيسوي ثلاثة ده كده واضح ان ميم واحد ميم اتنين اكبر من نق واحد زائد ناق 2 افهم من كده ايه ان البعد بين المركزين اكبر من مجموع نصفين القطرين وبالتالي يبقى الكرطان متباعدتان يبقى الاجابة الصحيحة عندي هي رقم ده الى هنا عزائي نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا النهاردة حلقة المراجعة النهائية في الجبر والهندسة الفراغية وزي ما اكدت برضو في بداية الحلقة ان احنا نتأكد اولا في الاسئلة الاختيارية بالذات نتأكد كويس جدا بالحل يعني نحل كويس ونتأكد من الاجابة الصحيحة ثم نختار الاجابة المطلوبة اشكركم على متابعتكم وكل عام وانتم بخير وربنا معكم موفقون ان شاء الله